الخبر الأول الذي عادنا عن ردة فعل أم نارين بيوتي وبيسان اسماعي الوانس الشايب وجلال أخوش نارين على غنية شيرين بيوتي يلا بينا كلهم منزلوا في التسطورية نسوم بها ردة فعلهم ينطور رايحهم بالغنية رحطيكم إياها شوفوها مسأل خير للكل مبروك لبنونتي شيرين بحبك كثير كثير طلعتي بالجنني بالتوفيق لكلها تكوني عمري شيرو جلال نارين سيدرا شيرين اللي ما سمع غنية شيرين هو يسمعها على السريع عارفة إني شطورة حلوة وأمورة يقود ومغرورة صدولة أحلى صورة يلا صراحة شكرا يعني أن أنت أنا أنا بدونك ما كنت قدر تعمل غنية مستحيل برا وطبعا بالأضافية حبايب في رنزل شوية تشتوريات نوعا ما ويا نارين ونرقصون بها شوية تضحك يا حبايب لأنه نارين نوعا ما مشاهد تارف ترقص بشوية من اللقطات اللي أحطوكم إياها في وفوها مرحة 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 بلا واضحة صراحة انه مرجعوا يبعض وقعد يحكون ويضحكون راحطوكم الاستوريات يشوفوها بالمناسبة مين نزل فيديو؟ مين؟ انت منزلت فيديو؟ عن ايش؟ عن جمالي ايوة مريانا صرفت عليها من كامل اضغائي هون اللينك ننتقل حاليا شهدوا سمند وإعلانها عن نزول الغنية الشهد الجديدة طبعا نزلت البرومو اي حباب مالغنية ببدأ راحطوكم ايا اسمعوه لا 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 يا ربيothing ما خلينا الوحدي ويتنسينا وابدا المتبقينا والأمل وأمور لانينا والأمل وأمور لينا طبعا هذا كلب يا حباب راح نزل لكم يوم تسعة بشهر يعني باقي ثلتييام وصراع الكليب كلشنار يكتبين بي كومنتاج شو رأيكم شو جيمة حمسين وعلى الرسال الأغانية هفم حمر دجواني بوتشرا راح ينزل وغنية الجديدة فإن كاتب فيديو كليب سيزلكم باتشرة على الساعة الأربعة على قناة الأساسية محمد جواني طرح أكيد اللي قلت في الكليب سأكون كل شنرية على دست على وبر ريدر ووسام فاكتبوني أحباء بالكومنتاج قد أنتم تحمسين لهذا الدستراك وطبعا بالإضافية يا حباي بالنمريم اللي هي الصور بالعادة كانت ويا جواني نزلت السوري كده الصور بيا ويا ريدر فما درد أن يصار خلاف بينها وبين جواني قلت نوكوشان نارية جايب للمستقبل سأضطوكم للصورية تشاهدوها كثيراً التعينا مع مين؟ مع الأستاذ ريدر حالا مريوما ويحيا الغالي أصدقائنا الغوالي ترقبوا إشيا كثير زديدة أنا وريدر وأنا ننتقل حالياً إيمو مار ولش هو شال الفولو عن يارا مار بلس بلسيا عن سبب يا حباي فأنتم تعرفون يارا حالياً قادة صورية باريش دادا يمكن هذا الشيء اللي يجعله أن إيمو يضج من هذا الشيء لما تتصوروا إياه فشال الفولو عنه وصار يحكي عليها قدام الناس طبعاً ردت عليه يا حبايب عن طريق تنزلها هذا الأستور يلاحظ فتاة تقريبه بعد ساعة شاكات بابي أحلى شيء يطلع شخص ويحكي عنك وانت مو فهمها شيء وليس تتصل عليه ويصير ميرد عليك وقاعدة تضحك لسف يا حبايب نصار خلاف ما بينهم عليكم اكتمنوا بالكومنتات هل أنتوا يا إيمو أو يا يا رب هذا الموضوع وبالختام يا حبايب عن نور السار ودخولها للمستشفى فلتوا شوية صورات بالمستفى يا حبايب كاتب عندي نقص خصائب الحديد وحديد وفيتامين كالعادة رح أخذ الفيتامين كمحلل وشاتب نزل هذا الستوري من داخل المستشفى وهي على سرير كاتبة الحمد لله أولاً ودائماً كثيراً ناس بفكروا حياتي مثالية بس حبا أقول لكم أنه ما فيه خيات مشهورية مثالية كل يشوفوه يا حباب بالسوشال ميديا هي عبارة عن الصورة مو الصورة الكاملة بس الحمد لله على كل حال طبعا الله شفية يا رب إن شاء الله ما تشوف الشار وإن شاء الله ما بيهي إلا العافية ولو تسسون يا حباب منتدونها بالكومنتات وإن الله يشفيها يا رب بالإضافة أنه قمر مرحب نزل شوية سوريات تقول بيه أنه هي مريضة والقود طمعية لشان تريد انتحار ألكن الله يشفيها يا رب وإن شاء الله ما تشوف شار وعطواكم منتصرف نفتora أشوفها أنتحر للبلاكون تقولوني أنني استون شوش متغير أنا مريضة خلي أسبوع مريضة من لما راح نحساب تقريبا سفوزيين هاي 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 هذا مرندا راح تروح تتحر هاي هذا undergrad ن снимت القيد هؤلاء أي فات مريضة لهذا متغير صوتي فيصل هنا صحة المقطع حباب اليوم107 مقاطع 4 عالي قناتي و4 عاليy Playstation رح تقومكم بالوصف اللي حاب انه يدعمني كمردود انه على هذا التعب 8 وقتها بيوم واحد دخلوا عليك مقطع مقطع اشتركوا بالقناة اكتبوا كومنت حلو احبكم وباستشعينكم فيه زي ما قاتل منك القصص مع السلامة